اهلا وسهلا بكم جماهير الاهلي اعظم جماهير في الكون حلقة جديدة من الاهلي في المونديال طبعا خلوني ابدأ هذه الحلقة بالترحيب بالنجم الكبير كابتن هاني رمزي في ليلة مباراة الاهلي وريال مدريد الاسباني سيد كابتن هاني مساء الفل عليك كابتن اسلام مساء الفل على كل جماهير النادي الاهلي في كل مكان مع حضراتكم ومازلنا في احتفالية مازلنا فرحانين بفرقتنا مازلنا في اجواء المونديال كأس العالم للاندية وفي حالة ترقب وفي حالة شغف وفي حالة فرحة كل الجماهير الاهلوية وكل الجماهير المصرية الحقيقة منتظرة ان شاء الله بكرة ولقاء الكبار ولقاء العمالقة ما بين ريال مدريد والنادي الاهلي ان شاء الله كمان في حلقتنا كابتن اسلام سنغطي كالعادة يعني كل الكواليس وكل اخبار فرقتنا وان شاء الله باذن الله تكون مباراة للتاريخ على مستوى النتيجة ان شاء الله ان شاء الله ستكون مباراة للتاريخ ولكن لا ننظر للاحتفالات احنا كنادي اهلي لا ننظر لأي شيء ولكن اه حال لعب نادي ريال مدريد واحد من اعظم واهم الفرق في العالم ان لم يكن اهمهم واعظمهم ولكن دائما زي ما بنقول لحضراتكم خلال التلات اربعة ايام اللي فاتو المستحيل ليس اهلاوي دائما برضو بنقول انه النسبة الاكبر هي فوز ريال مدريد ولكن في النهاية دائما النادي الاهلي لا ينظر لمثل هذه الامور النادي الاهلي بينظر لللاعبين في الملعب الكلام اللي قاله النهاردة انشلوتي كلام اللي قاله النهاردة المدير الفني طبعا لريال مدريد وكلام اللي قاله النهاردة مرسل كولر المدير الفني للنادي الأهلي بيدل على أن احنا هنشوف مباراة تليق باسم الفريقين الكبيرين تليق باسم نادي القرن في إفريقيا ونادي القرن في أوروبا الحقيقة سواء نادي الأهلي أو نادي ريال مدريد وعايز أقول لحضراتكم دائما ما تكون المفاجآت واردة يعني ممكن جداً احنا شايفين لغاية دلوقتي نادي الهلال متفوق على نادي فلمينجو بهدفين مقابل شيء في الجزء الآخر أو النصف الآخر هدفين مقابل هدف ناسف الهلال متقدم على فلمينجو وبالتالي لا أحد كان يتوقع مثل هذا الأمر وبالتالي احنا عندنا مباراة مهمة جداً 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 بكرة إيه اللي حيحصل في المباراة تسعين دي أحد شوف حيحصل